اشتركوا في القناة 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 بس لازم يفكر بطريقة انه هايدي واجب انه يظهر ويشوف اصحابه ويعيش يعني يرجع يعيش واكسبوز همسلف لاقشة جديدة طي يقدر يتخطى هدا البروبلام يعني تكون هيك كتير مهمة بهيد البريك يعني getting over نايس نايس انه نرجع نفتح افقنا لاقشة جديدة لا تجارب لا نايس هوني بتعرف بتساعد هاي بانه الواحد يلاهي تفكيره عنه للشخص اللي بيصير عادة انه ممكن يظهروا ويشوفوا يعملوا مجتمع جديد ويشوفوا ناس جديد بيقعد لحاولوا الواحد بيرجع بيتذكر كل هالذكريات فخلينا نقلل الوقت اللي الواحد بيقعد بيفكر فيها بيرجع بيستعيد الذكريات صحا 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 ايه الظهرات كتير بتساعدوا انه بس يلتقي بحدا جديد بيصير عم بيعمل علاقات جديدة بتعطيه امل انه ما هو فيه سبع بليون شخص على الكرة الارضية ممكن الاحتمال كتير عالي يرجع يتعرف بحدا تاني بعمل بدل انو لاك فيه كتير لكيال شخص وليزم موحى تنفوف عن ويشوف حياتوه عن جديد حيا سارة انقل لكographer فريق راكماك المجلة المميزة وليل صورة موجودة اوكي بنشوفها مع بعض اذا هيدا هو الكافر اللي انا حبيته للراكماك والموجودة فيها مونة ابو حمزة فتحيى لك الفريق راكماك من محررين وكل الموجودين او مرسي لوجودك معنا وامشور هنرجع نشوفك دانيا راح نكمل انه هون حكينا كيف الواحد ممكن يتخطى بالمرحلة لكن كيف يحول اي شيء سيء بحياته يقلبه لشيء ايجابي ويمكن بوستر لاله ولا مجتمعه وهيدا من خلال تجارب حية هنشوفها بعد شوي ورجعنا مكملين معكم ببيروت فقراتنا ومنوعاتنا وان شاء الله تكونوا مستمتعين بهذا الموضوع اللي الكثير شفت ردود فعلا الناس كانت ايجابية كيف الواحد يتخطى اي صدمة في حياته سواء انفصال عن شريك انفصال عاطفي او انفصال جسدي لا اقدر الله اذا واحد فقد حدا من حياته لكن خلينا بالشق العاطفي دانياو وكاميرا البرنامج راحت اخذت شوية قراء الناس وسألناهم اذا تعرضوا لها الحالة وكيف تعاملوا وشو بينصحوا هيدا كله جالت كاميرتنا مع الزميلة جويس الهاشم وجابتنا القراء في التقرير التالي يشوفها مع بعض تفضلوا هنن بدي يقول خلاص اصحاب قرار اصار الموضوع خلاص زرست بس الحياة ما بتوقفهم بدأ تمشي الحياة اكتر شي انو يعدوا مع اشخاص بيرتحولون يحكوا معون هلأ الاشخاص الغير ما بيقدروا يفيدون كتير يعني بس انو لما بيحكي الواحد بيرتاح بدوا يكونوا عقلاتهم كبار ويقدروا يتخطوا يكونوا على بضايات وقوية بدهم بعدين يفكروا باللوجيك اكتر الصلاة اهم انصر للانسان اذا كان مؤمن هلأ هي اجمالة العلاقاتين عاطفية غير بتساعد لتتخطى الانفسار يسهروا ما كتير تفكر بالموضوع تطلع من الحالة اللي هي فيها يعني اذا هي ما ساعدت حالة ما في حدا يساعدها بيظهروا بيسلوا رفاق اكيد ما يعدوا لحالهم كلمان ما يدبرسوا ينعلوا كتير يعني اكتفتيز هيك بتسليون يروح يشتغلوا فاتشوا على شغل اكيد انو وقتل بيكونوا بيظهروا مع اصحابهم ويقدر في شخص حدهم كلمان ينسيون هيدا شيون وما يكون بحاجة لأله يمكن بنصحة تلها حالة بالشي تاني يلهي عن العلاقة العاطفية يمكن بشي اكتفيت تام عينة يمكن خاصوا بالفان رأس غيناء يسافروا يبعيروا كل شي بحياتهم بنصحن يتعرفوا على شخص تاني ضغري أو يسافروا تفد ريليشن جديدة دايما الناس حلوة وتجد سهولة انو تعطي نصائح للغير بس لما بيكون الموضوع تعلق فيهم بتلاقيهم اه 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 بتوجع كتير اي 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 انا بس بدي اقول شغلي انو اللي بيكون مغروم هيدي لوحدة علاج لكل شي يعني راسه دماغه بيبقى فيه دوبامين عالي صوهية لوحدة حالة انو واحدة يكون مغروم بتخفف عنه كل شي تاني ايه فلما بيروح هيدا الشخص بيصير فيه ما هو فيه حالة ادمان بيصير هيدا راح هيدا الشخص متل اللي بيكون بيتعطى مخدرات او بيدخن او شي لما بينقصوا بيصير فيه عوارض جسدية منشان هيك بيصير بيحس انو كتير نقصوا كتير عادة انو يكفي تمانين بالمية من وقته عم بيفكر فيها بهايدا الشخص اول فترة بتا تاخدوا وقت لحتى متل كيف اللي بيعمل ديتوكس مثلا بتخف شوي شوي مع الوقت تدريجية ايه بس بيصير فيه كل العوارض السلبية نحنا البروكن هارت قلنا انو فيه شي اسمه بروكن هارت سندروم يعني هيدا بيحسوا فيها فعلا هوني الوجع هون بالانفصال العاطفي وصار دي راسات يعني غير العوارض طبع اللي بيصير عنده دبحة قلبية وهيك بيقلولك بيصير اشي عوامل بالدمغ اللي بالضعي في القلب بيصير الواحد كتير حساس بيصير بيحس باشية جسدية كمان متل كأنو اه عرفت عنده وكأنو كان عنده مرض ايه ومشارك انو بتوجع ايه بيقولك مش قادر انسا مش قادر انسا ما اكيد بتاخد وقت انو الواحد مش من يوم وليلا بيينسا شو رأيك بقلق الناس والله شوف عم يعدوا افكار كتير حلوة وكتير منطقية بس متل ما قلت كتير حلو الواحد يقول شو لازم يعملو هو الشخص اللي بيكون عم بيتعذب اكتر شي خاصة لما بيكون لوحده بس حكيت سارة قبل على طرق للتكيف بده انو يساعد حاله هو فيه صبيه قالت انو ما حدا هيطلع منه هد ما هو ممكن يطلع منه بس كتير المهم انو ايه يقعد يحكي بالموضوع ما حدا بيوسق فيه يفضي هلا بس اخر شي الناس بتزهق لما بيكون الواحد يعني معلق على الانفصال وما عم بيقدر يطلع منه الافضل يروح عند حدا مختص عارفت وينقع ليه هوني لحد ديت ما يطلع منه اذا ما طلع منه يعني فيه شي عنده مشكلة هيدا الشخص لازم يصير ينتبه هو بده بقى تحليل وهون بيصير بده علاج نفسه يعني بده يصير يرجع لورا ليه ما عم يقدر انو يكتفي بحاله انو خلص عد هيدا الانفصال انو اخرت الدنيا اكيد هيدا كنا عم نحكي عن الشقة الاول من حوارنا اليوم الانفصال وكيفية الواحد ممكن يسترجع حياته من خلال اشياء اكيد بتاخد وقت لكن بتكون بسيطة الانفصال العاطفي مش سهل لكن هيا شي الاصعب هو الانفصال عن الناس نحبهم لقدر الله تعرضوا الى الموت زينة قاسم قررت ان تحول الموت الى حياة الاستسلامة الى تحدي والسكوت الى كلام وموقف وتحرك ومشروع هكذا ولدت وولدت جمعية رودز فول لايف التي اسستها زينة بعد ان اودى سائقا متهورا بحياة ابنها الشاب طلال قاسم عن عمر الاسبعتاشر سنة رحمه الله حيث صدمه اثناء ذهابه الى المدرسة سيرا على الاقدام حولت صدمتها الى شيء ايجابي والى جمعية تساعد الناس على التوعية وعلى تحدي الصعب اكيد مشروع كبير من حيها عليه ولا انجازات وخلونا نراحب مع بعض بزينة قاسم اهلا وسهلا فيك بسرخي زينة اكيد حالك الميكروفون بسرع اخوات تمام اكيد كنا عم نحكي مع دانيا اكيد لوجهة للمقارنة بين النوعين من الانفصال او النوعين من الصدمات لكن مش هين حتى لو الواحد يقعد يعطي نصائح ثلاثة اربع ساعات للناس كيف يتخطوا صدماتهم ما كان الموضوع هيك سهل عليك لا لحظات يعني الحادث اما الوجع بدل ما بيروحوا وبتفكر انه مع الوقت بيخفوا بيصغروا بس انه لا بيكبروا بس اللي بغير هو التعاطي مع الوجع مع هالبعد اللي ما فيك تعبيه بقى ومش هين هيك لانه بحبقوا شي انه فقدان ولد مش متل فقدان ايا فرد من العيلة يعني مهم وكل الافراد العيلة اكيد مهمين بس هدي سنة الحياة يعني مفروض لحنا ولادنا يموتوا من بعدنا مش العكس ولازم ولادنا يمشوا بتدفننا مش مش لحنا مش بتدفن كم ولد عندك زينا اربع ربي يخليك ياهم ان شاء الله الله يحفظ لك ياهم كيف حولتي هيدا الالم كيف حولتي الموت الى حياة والتصميم على الحياة من وقت حادث تلال انا ما بحب اقول حادث لانه حدا خبصه ومن وقت ما راح تلال اقول بالاول فكرت انه حياتي لح توقف وراحه وكل امالي وكل ماي دريمز كله راح ومقبلت هلشي بالاول لانه اللي صار مع تلال ومعنا ظدم لانه لو كان في دولة قانون بتشتغل على القانون وقانون السير يعني ما كان صار هالشي بقى روت فول لايف صارت ردت فعل مثل ثورة على الظلم اه 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 واول شي انا بدنا نشتغل لاكرار انه نسير الجديد اللي كان نايم بمجلس اه نييبه اه اه وقدرنا تلعو من ال يعني يقروا يعني انقر واننشر بالجريد الرسمي صار في عرقلات اه اه حكم وانتصري في الاعمال اه استوقفته وجعنا عملنا مجلسورة الدولة اه رفعنا دعوة على المجلسورة وربحناها اللي بديقول انه بضل في تحدي وبضل في واحد صعوبات بس بتلاقي طريقة تتغلب عليها و هذا هو اللي عملنا على اللي بقررنا نعمله بدل ما نقعد بالبيت من الوقت الحادث حنفوت هلا بتفاصيل الجمعية مشروعها واهدافها لكن دانيا اكيد شي عظيم اللي عملته زينا زينا من اللي حول وجعهم بطريقة ايجابية متل ما قلت اتكيفت مظبوط يعني شوف خسارة الولد متل ما قلت يعني يمكن اسوأ انواع الاخسارة وخاصة كانت فوجئية ما كانوا محطرين ومتل ما قالت حدد يتعاطفتها فيه ظلم يعني هون لما الواحد بيحدد هو شو حاس بيمرق الواحد قالت مراحل ألم ألمين ايه وجع وجعين ايه يا محلة انك تكون متهيق معنويا لانه فيه شخص مريض والله وحي توفى هايدي بتكون واقعة كتير اخاف من انه خطف الواحد يروح وخاصة ابن سوه هون الانواع الحزن بتتغير وبتختلف وفيه منها بتكون كتير قاسية وفيه منها يمكن انه ممكن تخف بالتدريج مع الوقت بيه وضع اللي بيكون خسر ولد هون قالتها يعني هايدي الواحد عادة بالحزن العادي اذا توفى له حدا قريب بتاخده من شهرين لسنة بعد السنة بتصير كتير تتغير قصة العاطفي وبصير مرحلة القبول اللي حكينا عنا قبل انه خلص الواحد بيصير بيكمل حياته بيضله باقي تتغير نوع العاطفي بتخيف وطقته بصير عارفة عم بيتكيف اكتر بس وجعه بيضله موجود خاصة حسب العلاقة مع الجخص بحالة خسران ولد بيقولولك دايما تاني سنة بتوجع اكتر لا بصير بتخيل هيدا الولد انه هلا ادي كين صار عمره وين صار باي مرحلة يعني هوني انه كتير بتصير صعبة عرفت بينما اشخاص تانيين عاديين ممكن هايدي العاطفي وجعه يخف مع الوقت او تتغير طبيعته عرفت قلنا مراحل الحداد او الزعل على الشخص بتختلجوا للواحد عاطفي مثلا قويه كتير مثل مرحلة الغضب يمرقوا بمرحلة غضب انه على شو اللي صار وممكن تصير بعدين حزن على غضب على عرفت على انه الواحد يشبر حاله يتقبل الواقع بيتدخلوا العواطف كتير مرات وعلى مرة السنين بيضلوا والعواطف بيعلوا وبيوتوا وبيتغيروا وبيتغيروا فترة الزعل والحداد بدي الواحد يعطيها حقه كتير صعبة لما بيجي حدا بيقلك انه خلاص ما خلصنا يلا شد اللي حالك لا اه ما في شد اللي حالك كل واحد بيحزن وبيحد بطريقة بطريته صح فيه ناس تقض بتصير بده تحكي عن عرفة المفقود وفيه ناس بتقول لا انا انا بدي ازعل لوحد يتركوني لوحد ما بدي يشوف حدا صح وفيه ناس بترجع بتقوم وتفيق بعد شهر لكن اصداد ما بترجع لها بعد سنة او سنتين مزبوط بيرجع وقع هوا كأنه صارت مبارح فبتختلف من شخص لها بتاني حسب شو شو عم بيمروا الظروف حسب شو هيدا اكيد بنحييك عليها زينا كتير رودز فور لايف هيدا هو المشروع متاعك اللي رجعت قمت من خلاله عم اتمادلي من خلاله جمعية ككل الجمعية شو الذي بميزها عن غيرها؟ ا ... نحنا لما بنقول انه رودز متازل مش بتتعامق بتتعاتب بالسلام المرورية مش يعني السلامة المرورية مش مهمة اكيد ولحنا لحنا منتمنى ما ليكون فيه ضحايا على الترقات وماally نعمل مُصف على هذه الـ تشتغل على ثقافة الترومة لحنا منقررنا نكون على موجودين على مسرح الحادث يعني غيرنا بيجرب يتجنب الحادث لحنا نعرف أن الحادث لحيصير قدمك خففني لحيكون موجود بقى لحنا منكون موجودين عم نمول بروغرامات عالميا موجودة للجسم الطبي كله من المسعف للحكمة للنرسات على بروتوكول معين لكل إصابة حتى يعطوا العينية والعلاج للمصاب بالأول 60 دقيقة بالحصول الحادثة اللي بتحدد مصير المصاب إذا لحيعيش أما إذا عار أو اللي حيموت أو إذا لحيصلوا أي إعاقة دايمة أما مؤقتة يعني عم نجرب نعطي لغيرنا شو اللي ما قدرنا نقدمه لطلال يعني طلال ما أجت هالفرصة أصلا روتس فوليف أجت من بعده من بعده وعبر هالبرامج اللي عم مولها عم نقدر أن ننجي أربعين بالمئة من التحايا من الموت الغير ضروري عم بيموتوا لأنه ما عم يجوه لعلاج المناسب بالوقت المنيسب وعم بيكون محتم لأنه تكيب زينا شو أنجزتوا من سنة لسنة صرنا أول شي بلشنا بالأيتي الأسئل اللي كان موجود لحنا مولنا هالصف للإمرجنسي دوكتور بالطوارئ وجبنا هذا البروغرام للمسعفين وفتنا شراكي مع الصليب الأحمر سنة مدربين تسعين عنصر من الصليب الأحمر اللي قالوا لنا أنه تغير طريقة عطيهم مع المصابين ستين لسبعين ملمية من ورا هالبرنامج وهلأ بشباط لحنبلش كورسة النرسيت تصير في حلقة التروما هيدا كلها اللي عم بيكونوا عم يحكوا لغة واحدة لحطة سيف تايم ويقدروا يساعدوا عالم وهيدا هالبرامق هال مش بس بالكيسس تبع الحوادث السير بس بكل إصابة بليغة إن كان ناترال ديزاستر أما انفجارات أو انفجارات أما حوادث عمل بيقعوا من البنية طبعا أنت صدمتك كانت صدمتين بعد ما فقدت ابنك ربي يرحموك طبعا صدمة تانية لما بتيتي تتوغلي في قانون المرور وتكتشفي لفاي والاشياء المش موجودة والاشياء المختفية فهيدا خليك يمكن تتشجعي أكثر أنه تضوي على هيدا الشي اللي الناس ما بتعرفه؟ أنا بقول أنه بالأول بيقولوا أنه يلا عم تلهي حالة هلا لأنه بس لما الواحد بيكون عم يشتغل لقضية مش مش تقطيع وقت أنا بعرف أنه مثل ما قالوا هلا بالرابورتاج أنه لازم تلهي حالة وتلاقي الشغل يمكن بخف الحزن بس أنا بخف حزني لما بعرف كم دحايا قدرت ننقذ حيات؟ ننقذ كل يوم وبنبسط وهيدي بقول يعني إنه الحياة قدما نهزت بتضلب فيك توقف وتمشي وبعدين الواجع بينك وبين حالك مدرور الجامرة ما بتحرق إلا محلها صح دانيا طبعا أنت ما ترددتي على طول لأنه بتجيب إنا زينة كمثال للواحد أنه يسترجع حاله ويحول قضيته لشيء إيجابي بتضلك دائما بتعطي فيها المثال وبغيرها؟ إيه لأنه يعني اللي عملته زينة ملهم كتير مم ما في أسوأ منا هايدي إنه الواحد يخسر ولده في ناس بتنهار فعلا وبتحس إنه حياتها خلاص انتهت ما بيعرفوا إنه لأ ممكن يحولوا هايدي الحياة لأنه قضية يعني بده يتكيف الواحد نحن حياتنا عايشينا فيها الحلو وفيها المر يعني أوكي ما بدنا بس نكون مبسوطين بالحلو المر بدنا نقبل فيه كمان ما بدنا نكون رافضين نحول المر فيه لعرفت إشياء إنه نقدر نفيد غيرنا دايما بس يصير فيه ترومة معينة الواحد بيكبر بينضج بيصير تفكيره غير يعني وهي زينة لأنه دايق الوجع عم تقدر تساعد غيره اللي موجوع أو اللي ممكن يكون موجوع ما حدا ليك بيقولولك الموجوع بيقدر يساعد تاني موجوع على أكمل وجه اللي ما دايق العرفة الوجع ما بيقدر يساند غيره كتير مرات بتبقى عم تحكي لحدا بإنه بيقهروا بالظلم وهيك إذا التاني ما أنه متفهم ما عايش اللي أنت عايش ومش راح يفهمك هيستغرب يمكن ما يقل لك الكلمات الحلوة اللي تساعدك فإيه اللي عملته زينة عم بتفيد غيره ما كان في حدا ينقذ له طلال بس هي عم تعمل إنه لغير أمات لغير أمات هيدا الخدمة هيدا هو هيدا هو زينة بس قبل ما نختم فيه تجاوب فيه ناس عم تتفاعل فيه ناس عم بتساعد فيه دعم ناس عم تتبرع أنا بحب أقول شي قبل ما نخلص إنه أكيد إنه أنا بأمن إنه ربنا ما بيعطي بصيبه لحدا إلا ما بيعطيه القوة لا يتخطى ويبلاقي طريقة بعدين يكفي مع جرحه وهون بدي بدي أقول للكل إنه لازم يساعدوا المجتمع المدني اللي عم بيساعد كل هالناس لأنه الدولة مش موجودة وإذا موجودة مؤسرة بقى يعني لازم الناس تحت إيدا بإيد المجتمع المدني وهيك إحنا عم نمشي لأنه الناس عم بتساعدنا وعم بتشوف إنه هالقضية قضية بتخص الكل مين ما كان فيه يصل له شيء صح ولقدر الله هالجمرة ممكن تطلق أي حد وكل الجمعيات اللي عم بتكون حولينا زينة شكرا جزيلا لوجودك معنا وإن شاء الله ما بقى يجي وقت نترحم على ولادنا يعني ولادنا يترحم علينا وبس ومثل ما ذكرت أنه لقدر الله هالجمرة ممكن تطلق أي حد فينا فلازم الكل يساعد والكل يتفاعل بنحييك على شجاعتك وعلى كل شيء عم بتقدميه ومثل ما قالت دانيا أنت عم بتخلي أمهات تانية ما يمر بالشيء اللي أنت مرت فيه ربي يرحمه لابنك دانيا شكرا جزيلا مارسي بكو بنشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله مارسي راحينا على فاصل من بعض وراجعين لك في بيروت ما تروحوش بعيد تفضلوا اشتركوا في القناة